موسيقى مساء الخير و خليني الفيديو ده أكلمك عن الحلقة الثالثة والحلقة الرابعة من المسلسل الجميل مون نايت كل المخمضة دي عشان نقول كلمتين في المقدمة يا ساتر الحلقة الثالثة بصراحة في الأول حستها ملغبطة بداية من المشهد الاستعراضي المضحك في بعض الأحيان مع الاتنين بلتاجية ألفة وبيتا اللي تحسوهم اتنين مخناسين في منهاتن الساعة 7 بالليل بأداءهم اللي أكيد كان غرضه يموت العدو من الضحك في رأسة في رأسة كده في بلتاجي بيعمل كده بالسكاكين إخراج المشاهد القتالية بصراحة في معظمه ومش في أفضل حالاته تحسوا مصراحي مصري بزيادة يمكن أفضل ما فيه هو الكاف ده شخصيا أعتبره تعويض على أداء أحمد داش في نسل الأغراب اللي هو ما تشتغلش مع محمد سامي تاني لحد ما بيعترف بولاءه وعبادته لقامت ويقوم حالل نفسه طبعا لو قارنت المشهد ده بمشهد نتاشا فتضحية نتاشا طلعت لك حجر الروح أما تضحية أحمد داش قد تاخير الدنيا لو طلعت لك حجر ريموت إفر ريدي من أب 4 جنيه ولو خدت بالك المشهد ده بيمثل دورة حياة الكائن الكيميتي وصولا لمحاكمة الإنياد واللي بتعرف منهم أن الأسياد أو المعابيد المصرية زيهم زي الإترنالز زيهم زي الوودشارز زيهم زي أي كيان قوته كبيرة هيتقدم في المستقبل بيتفرجوا بس بدون ما يتدخلوا بكوز هذا ما تفعله الكائنات الخطيرة لتهرب من سؤال كنتوا فين لما ثانوس اتصورج على البشرية وعلى الرغم من حلاوة وجمال أداء أسكار أيزيك في هذا المشهد إلا أنك تحس أن نهاية المحاكمة غير مقنعة وغير مرضية يعني خنسو خايف من إيه؟ أنه يتقال أنه ورّت مارك في فزائع وقتل باسم العدالة الحقيقية وأن مارك ده أساساً مضطرب تم أرثر هارو عامل بلاوي ودير يموت في الناس باسم أمت ومعاه عصا أمت وفي حاجات كتير يعني كده تحس أنها كان لازم تتقال في تلك المحاكمة لكن لسبب غير معلوم ما بتتقالش وما بنكسبش حاجة غير استنفاذ خنسو لمحاولة من محاولتين والسبب آخر برضو حتحور بتاعت الخصوبة والجمال والحلاوة بتقرر توفصح لي عن سر مكان قبر قامت وتقول له يبدأ منين؟ كان نايس تطلع له من عباء حق التاكسي ومن التلت ساعة الأولانية من الحلقة المعلومة المهمة والمسيرة اللي تطلع بيها أن يبدو لما ستيفن جرانت بيتدخل في تصرف مارك سبيكتور بيطلع لنا حد تالت بيكون هو المسيطر على الجسد ما بنعرفش في الحلقتين دول هو مين الحد ده لكن هنحط كده زي ما بيقوله بلس هولدر ونقول جيك لوكلي وبتعرف برضو أن ليلة لها أعداء في القاهرة وعشان الجماعة اللي تقففه من أغنية عينب المرة اللي فاتت أديك الحلقة دي بدأت بوردة جزائرية بتوانس بيك بعد تلت ساعة جالك سيد إمام بعدين عبد الحليم حافظ مالكش حج ثم وجز ثم حسن شاكوش فهمنا الحلقة اللي فاتت والحلقة دي أن شخصية ليلة بيل كامل مبنية على شخصية مارلين من الكوميكس واضحة جدا في ناس اعتبرت الشخصية دي بالتمثال اللي قدامها ريفرنس لوكندا زي ما قلت لك الحلقة اللي فاتت أن معبودة واكندا من الانياد كانت على شكل أنسة نمر اسود اسمها باست بينما في المسلسل هنا اسمها تفند ويعني من فهم السطح لحوار التسوع المقدس والميثيلوجيا والحاجات دي فبست وسخمت هما صفتين داخل تفند فمش بعيد تكون دي الأفاتار بتاع النمرة دي اللي طلعت في فيلم بلاك بانثر والست دي رجعت وكاندا بعد المحاكمة زي ما قلت لك الحلقة اللي فاتت لما هيروح مصر هيقابله بلا شك ميدنايت مان اللي هو أنتون موجرد ويبدو عليه الثراء لذلك بيجمع نوادر قدام بيته فهرامين كده شبه اللي قدام متحف اللوفر والأسف الشخصية ماتت والممثل نفسه مات لكن بيذكر مادريبور اللي شفناها في مسلسل فالكو وده كده تاني ريفرنس لمسلسل فالكو وتفتكر شارون كارتر الباور بروكر وأنها كانت بتدير معرض لبيع القطع الأسرية والفنية الندرة في مادريبور فأكيد كان لها تعامل مع ليلى ومع موجرد الفايت سين أظهر جوانب من طبيعة مون نايت زي ما قلت لك الحلقة اللي فاتت بيتعرض لطعنات عادي وإن يعني جانب مني كان يتمنى تقديم أكثر ظلامية ودموية من ذلك أكيد دلوقتي عرفت أن الرسمة اللي كانت على ظهر الجاكت بتاع أحمد داش بألوانها وشكلها تشبه راما توت أو كانج زي ما انت عارفوا لو انت مش كوميكساوي فكانج هو اللي ظهر في آخر مسلسل لوكي كان اسمه في المسلسل هي هو ريمينز في منه نسخ كتير راما توت أحد النسخ وسبحان الله كان لنا الصبت في القناة هنا في الحلقة دي لما كلمتك عن سكوب بيقول أن عند لحظة معينة الأفنجرز هيحتاجوا مون نايت عشان يساعدهم ضد دراما توت مين يتفرج يا بيه ومين يتابع انت بس فالح تقول لي أن انا متأخر في الحلقات لكن تتفرج على العظمات اللي فاتت والمعلومات القيمة اللي فاتت لا مشاهد تحول مارك سبيكتر لستيفن جرانت والشفت في الأداء بتاع أسكر أيزيك الرائع جدا بغض النظر عن ستارة الحمام اللي هو لابسها دي كمان كان فيه تفصيلة حلوة أن كل حلقة تترى النهاية بيبقى فيه تفاصيل مختلفة عن اللي قبله وكلما اكتمل الأمر كلما زادت قوة مون نايت ويعني المشهد ده طبعا بغض أنه مبهر بصريا وملحمي بس ما تقوليش أن الأفشخانات دي كلها حصلت ودكتور سترينج ما خدش باله منها وانجى حتى يا عم أي حد من كاميرتاش خير وبركة قص الموضوع ده ما يتسكتش عليه أبدا ده تلاعب بالزمن والواقع فصباح الفل يعني جداية الحلقة الرابعة موترة خليك تقعد تتسائل إيه المشين جن ده كله والبيت الليلة هتعمل إيه قدامه وستيفن ده واللمارك وهيصحى طاب ده واللي إيه حكايته ثم إن هيعمل إيه من غير البدلة بتاعت خنسه والحلقة في معظمها حماسية وفيها دراما ومؤثرة إلى حد ما هي أكتر من الحلقة الثالثة وبدايتها زي ما قلت لك جاذبة جدا الموضوع بيبقى أكثر رعبا وحماسية بظهور الكائنات دي اللي هي الهيكا بريستس أو كهنة هيكا لكن للأسف في رأيي تحس إن جانب المخاطر اللي كان في المكان ده تم استعراضه بشكل سريع جدا مختزل سطحي مستعجل بالإضافة إن الألغاز اللي في الحلقة كانت حلة نفسها تحس مارك وليلة دخلين بمذكرة تفصيلية إن هما يتحركوا فين وهيروحوا فين وهيعملوا إيه أنا فاهم إن هما مهتمين بالأثار بس مش للدرجة دي ولا بالسرعة دي حاجة زي دي نتجة من إن المسلسل يدوب ستة حلقات ودي حاجة بصراحة بقت مزعجة جدا بالنسبة لي إن أنا بقيت أحس إن كل مسلسلات ديزني بلس هي هايلايتس تجميع على أفضل اللقطات والأحداث خصوصا بقى لما تقارنها بمسلسلات بمعنى كلمة مسلسلات زي دير ديفل اللي كان موجود على نتفلكس خليني أفلكس شوية بدرجتي الأكاديمية وأقولك إنك لو قعت معماري في الدنيا مش هتعرف تستنتج وترسم مسقط أفقي لمكان أنت واقف فيه وشايفه سلاسي الأبعاد بالسرعة اللي أدرك بها ستيفن إن المكان اللي هم وقفين فيه فراغ ومتقسم في شكل عين حورس وأساسا شكل عين حورس شكل أورجاني مش هندسي فالموضوع اتسلق سلقة مبالغ فيها كمان لما دخل عند تابوت المومية بتاعت الإسكندر الأكبر استنتج بسهولة جدا وبمباشرة شديدة إنه هو كان صوت قمت فيبقى بومة طخ هيق التمسال في بطنه فانا هفتح بقول إنه هو صوت قمت يعني ما واضح فكان مطلوب إن حوار كهنة حكا داي بقى مرعب أكتر ويتقدم بشكل أطول ونشوف ستيفن إزاي هسود معاهم لإنه هو فجأة وصل للإسكندر بدون أي مخاطر أو أحجيات لمقبرة أو أي حاجة خلاصة الألغاز كان ممكن تبقى أكثر تعقيدا من كده وتمتد على بحر حلقتين وما بين لغز وفايت سين مع رجالة هارو وحبة مارك وحبة ستيفن كانت الدنيا هتبقى أكثر منطقية من كده على الرغم من ذلك في آخر 20 ديئة في الحلقة كانوا مليانين بالمفاجآت والصدمات وشخصية ليلة بتكتشف إنها مش شخصية سلبية على الإطلاق فبتبقى مسيرة جدا للانتباه أن أنت تفكر في احتماليات ظهورها بعد مون نايت وزي ما قلت لك سيناريوهات تعاملها مع الباور بروكر وصولاتها وجوالاتها في القاهرة ومدري بور يمكن دقيقنا شوية أنك دلوقتي عديت نص المسلسل اللي هو يعني مسلسل مون نايت ومدة ظهور مون نايت ما توصلش إلى 10 دقايق في الأربع حلقين والفايت سين بتاع الحلقة الثالثة وشبه الفايت سين بتاع الحلقة الأولى كان قصير جدا وما تمش فيه استعراض قوة ودموية الشخصية يا عم أنا مش عايز حاجة غير أن أشوف مون نايت رجلين اللي تنم مكسرين وهو ماشي وبيسلق جلد راول بوشمان يعني طلب بسيط وسهل يعني بنشوف في أول الحلقة القشابتي بتاع خونسو أو التمثال بتاع خونسو اللي اتحبس فيه في آخر الحلقة التالتة بس المرة دي سليم أو الأفاتار بتاع أزوريس بيحطه في مكان ومعاه تسع تماثيل تانية لمعبودات تانية وده بيجعلك تتسائل خصوصا لما بتشوف أن الإنياد أول عن آخر خمس أفراد بينما الميثولوجيا المصرية حدث ولا حرج محشية معابيد على تومة عينها فهل ممكن يكون كل دول عملوا حاجات قدت إلى نفيهم ثم حبسوهم زي ما خونسوا وقامت عملو؟ يكونوا بشكل إما كانوا هيكشفوا أمر الإنياد والمعابيد المصرية أن هم عايشين؟ أم أن هناك مؤامرة أزوريسية أرثر هاروية في ذلك؟ التماثيل دي بتبان في الإنترو بس يعني أنا شخصان ما قدرتش أتبين 100% كل تمثال بيمثل أنهي معبود وبرضو ممكن تعتبر المعزة أمو أرنينكو برضو الريفرنس الخنوم لازال بيتم استخدام أغاني مصرية في الحلقة دي عندك ساعات ساعات بتاعت صباح وهما في العربية وجزء من موال سيد إيمان برضو تقريباً وهما في الوادي ده ليلة بتكتب في الرمل عين ألف اللي هي الانيشيلز أو الحروف الأولى من عبدالله الفولي اللي بنهاية الحلقة بيبقى واضح جداً برضو أنه مبني بالكامل على شخصية بيتر ألرون بنفس الموتة ونفس الشغلانة ونفس كل حاجة اللي هو أبو مارلين كهنة هيكا اللي هم السحرة اللي بيدفنوا لحماية الفرعون و هيكا هو معبود بيجسد السحر أما الإسكندر الأكبر طبعاً غني عن التعريف وكده كده على فكرة كل الشخصيات التاريخية مارفل عملة عليهم قصص في الكوميكس بتقترب من قصصهم الأصلية في كتير من الجوانب بس برضو بيبقى فيه أحداث تخيولية زي مثلاً علاقة الإسكندر الأكبر بهايدرا يا شفت إيه اللي جاب القلع جنب البحر استنتاج منطق بسيط من النقطة اللي ذكرناها من شوية إن قصة موت عبدالله الفولي ومعرفة مارك بيها ماشي بالزبط معمود بيتر ألرون أبو مارلين ولما مارك بيجيب سيرة صاحبه طوالي بتقول راول بوشمن وأغلب الظن في الحلقات اللي جاية هنشوف راول بوشمن معين في نظرية وهي مش نظريتي بتقول إن ماذا لو مارفل عملت توستاية وقالت إن راول بوشمن هو شخصية من شخصيات مارك سبيكتور أما شريكه اللي طمع وقتل عبدالله الفولي أبو ليلة هو جام بول دوشامب اللي شوفنا اسمه في التليفون في الحلقات اللي فاتت وممكن والله نمد الخط على استقامته ونقول إن دوشامب هو شخصية من شخصيات مارك سبيكتور وأي أن كان مين الشخصية التالتة اللي أغلب الظن هتكون جيك لوكلي هتكون محبوسة في التابوت دا وأغلب الظن برضو بدون ما نتحنيك الدنيا هتمشي بالصورة المباشرة إن راول بوشمن هيكون هو شريك مارك وهيظهر في الحلقات اللي جاية ودوشامب برضو هيظهر وممكن يطلع في المستشفى ويكون أحد المرضى وخلي في اعتبارك برضو إن فيه فلاش باك داخل عليك في الحلقات اللي جاية هتشوف فيه إزاي خنصه قابل مارك سبيكتور دا شوفناه في أحد التريلرز اللي نزلت قال رجل حكيم ذات مرة إن في أحد تداعيات الأحداث مارك سبيكتور بيتجن ويهرب من وقت للتاني فخنصه بيودي مارك لمستشفى أمراض عقلية بهدف إنها تمحي ذاكرته فبالتالي جسده يتحرر فيستخدمه خنصه عشان يطلع للعالم الحقيقي بدل ما هو محبوس في وعي مارك وبنكتشف بعد كده إن المستشفى اللي عملها مستشفى وهمية جوا دماغ مارك حاجة بنقولها لك قبل ما تحصل بأسبوعين المصاحة الوهمية اللي شوفناها في آخر الحلقة مبنية بالكامل على قصة الكونشوز إلوجين أو وهم خنصه واللي خدت حوالي 14 عدد بتتحكي فيهم من بداية 2016 ل2018 اللي 14 عدد دول بقى هحكيهم لك في فقرة الكوميكس ممكن مجازا تعتبرها جوه عقل مارك وممكن يقدموها على إنها خارج الزمان والمكان في الأوفر فويد أو الأثر فويد اللي هو المكان اللي المعابيد المصرية بتعيش فيه مجرد تكاهن في الحلقات اللي جاية هنركز شوية على إزاي مارك هيهرب هو وكل اللي معاه من المستشفى الوهمية دي بعدين الفلاش باك ده بعدين كمالة القصة والفايت سيم مع أرثر هارو اللي هو ايه كانوا طايرين فوق الأهرام وبتاع وإزاي هيبقى فيه رابكة إن مارك مش عارف يتأكد من اليقين والوهم عشان كده تدبانا لما وفت على إيد وركز فيها حاجة مؤسفة جدا إن يطلع ستيفن حياته وهمية مستوحة من فيلم توم بباستر اللي كان بيشوفه مارك في المصحة ودي حاجة فكرتني بمسلسل واندا فيجن وهو ستي فيو وإزاي مبني على السيت كومز اللي هي كانت بتشوفها وهي صغيرة وهكذا فيلم توم بباستر ده مش فيلم حقيقي ده فيلم في سياق المسلسل والسياق الوهم اللي مارك موجود فيه فيه ثلاث شخصيات ستيفن جرانت طبعا والمساعد بتاعه روسر اللي بيتكلم عن حد كان معاهم اسمه منتلبا وده اسمه شخصية كانت طلعت في المسلسل ايجنسوف شيلد ودي حاجة مش مهمة يعني بيتكلم عن سيد الأمر في ثقافة الأزتك بتاعت ما بين النهرين ودي لفة على الواسع عشان يلمحوا الخنسو المصحة الوهمية اللي مارك فيها دي لو هتمشي مع القصة الأصلية فيبقى خنسو اللي عمل الوهم ده المارك لإن كمان لو خدت بالك لما وقع تحسه وقع في شكل الأمر بعد كده بنروح بفيد على كشاف ستيفن جرانت بس إحنا دلوقتي عارفين إن خنسو محبوس فيطرى مين اللي دخلو في هذا الوهم هل الميا اللي ويع فيها هي السبب؟ أم هل هذا الوهم يعتبر بمثابة إنقاذ لمارك من الموت وعملته مثلا حطحور لإنها ساعدت مارك يوصل لقبر أمت أو يبقى فيتوستايا ويبقى أزوريس أو سليم أم هل المتسبب هي أمت في صورة أرثر هارو لأن في القصة الأصلية الدكتورة اللي كانت في المستشفى كانت أمت بينما في المسلسل بنشوف مكانها أرثر هارو كمان في المصحة دي أنت بتشوف لمحة من كل حاجة بتشوف بيرتراند كراولي بتشوف بيك والكعك اللي هو مسكه ده كان في العربية اللي في الحلقة الأولى الروبيكيوب البطاقات البريدية اللي كانت أم ستيفن بتبعتها له بنشوف الأستاذة زيزي داغر وهي بترسم خنسه بجسم عصفورة والسولجان بتاعه كان عقرب الساعة واخد شكله وقدامها وقدام كل العيانين رسومات فيها تكوينات غريبة شخصياً ما قدتش أتبين معناها بس ممكن الشيطان يوزك وتشوف دول حجر الزمن بحجر الواقع قص الموضوع ده ما يتسكتش عليه أبداً ده تلاعب بالزمن والواقع فصباح الفل يعني لا يا عم لا لا بس عددهم أكتر من 6 فما تحلمش لا لا عندك ليلة الفولي والسامكة جاس والأكشن فيجر بتاع مون نايت وفي رمزيات واضحة جداً إلى حد ما زي الأمر بتقدر تعتبر دول شكل الأمر وزي إن المكان كله أبيض فبيض وصورة القرية بتاعت أرثر هارو اللي في النمسا الأواني اللي كان بيحط فيها الأشلاء شكل الهلال هنا أما التمثال فهو تمثال لسوبك تمثال لسوبك ورجلي مكسورة عشان كده بيستخدم عكاز وسوبك تمساح وقام التمساح يعني تمسحين وعكاز يعني عصى أرثر هارو فماذا لو سوبك هو المسؤول عن كل ده لإن في القصة الأصلية سوبك ظهر لماركس بيكتور وهنتكلم بالتفصيل معلش أنا بحب أستطرد يعني في فاقرة الكوميكس أما في النهاية ظهور المعبودة تواردت أي أن كان اسم أبو أم اللي جابها إيه المهم أنها بتتجسد في صورة فرس نهرة خينوة متراهل وعمل صوتها زي ما قلت لك المرة اللي فاتت أنتونيا صليب ويقال إنها مرات سوبك بس أنا قريت يعني إن لها مش مراته وأنا معلومتي ضعيفة عن الميثولوجيا فشاهد في الأمر إن منطقة إنك تشوفها في المستشفى الوهمية بكوز ليه لأ إحنا بالفعل شفنا تلميح لها في الدباديب دي اللي كانت في الحلقة الأولى السؤال بقى واللي يستحق التأمل هل يعقل أن يكون خنسو هو اللي رتب كل ده لغرض ما في نفسه وبمعرفة مسبقة إن خنسو كان عايز ليلى الفولي تبقى لأفاتار بتاعه وتحط فوق ده جملة أرثر هارو إن عبد الله الفولي كان عارف إن المعابيد المصرية موجودة لحد دلوقتي وعيشة بين البشر فكان القصد طول الوقت إن خنسو يستحوز على ليلى مش مارك وإن سعي خنسو تجاه قامت لا لشيء ولا العدلة ولا الحاجة لكن عشان قامت بتعرف مستقبل الشخص هي لفة كبيرة وممكن لو فصصناها تبقى مليانة صغرات بس الفكرة المجردة كده من بعيد مصيرة للانتباه أنتون موجرت في الكوميكس ما كانش معروف كتير قوي عن تاريخه ما قبل أن يكون حرامي أثار كان بيسرقهم مش عشان عايز فلوس ولكن كان بيسرقهم لمتعته الشخصية في تجمعهم وعشان كان بيسرق مساء سموه ميد نايت مان أو رجل منتصف الليل أو رجل المساء وفي أحد المرات سرق لوحة زيتية المونية من أحد المعارض فمون نايت بيتصدى ليه بيدور بينهم قتال بيبلي فيه موجرت بلاء حسن لكن بينتهي بالأمر أنه يقع في نهر وبعد كده بيتم الإعلان أنه غرقه مات لكن الطيار بيسحبه لمجرير نيويورك وبسبب مخلفات في المجرير وشه بيتشوه فبيفضل هناك تلات أيام بعد كده يرجع بيته يلاقي البوليس صادر كل القطع الأسرية المسروقة اللي كان محتفظ بيها وبعد ما بيتعاون مع راول بوشمن بيعترض طريق مون نايت عدة مرات بعدين يتعقب ابنه الغير شرعي جيف وايلد وبيعلمه أسرار التجارة في الأسر والسوق السوداء والحاجات دي بعدين مون نايت بيموت أنتون موجرت وابنه بيبقى فيلان اسمه ميد نايت شخصية اللي طلعت في أول الحلقة وكانت بتعمل جوازات السفر المزيفة اسمها لاجارو وفي الكوميكس كان فيه شخصية اسمها داينامان وقصته أبعد ما تكون عن ستة كبيرة بتعمل جوازات سفر مضروبة فمش هنخود فيها البلطاجي ده كان اسمه ألفا مافيش شخصية مرتبطة بمون نايت قوي اسمها ألفا لكن للعلم بالشيء كان فيه شخصية اسمها هيو الجريفن ولقبه ألفا عمل كائنات اسمها الأوميجنز ودول قصص وحكايات ما لهاش أدنى علاقة بمون نايت وده بيتا وماعتقدش ليه علاقة بالبلطاجي المضحك ده أما بيك مساعد موجرد فكان فيه شخصية اسمها كارش بيك قاتل مون نايت في أحد القصص ومات وكان متمكن في القتال بالسكاكين خنسه أثناء ما كان في محاكمة الإنياد بيذكر ان هم قاعدين في مكان اسمه الأوفر فويد واتقال عليه في المجلات برضو الأثر فويد وده بالفعل كان موجود حديثا في العدد الثالث من الإصدار الثامن للكاتب جيف لماير واتقال عشان أعداد جيف لماير اللي 14 هنلخصهم هنا كمان شوية عدد الحلقة الرابعة المجاني الأسبوع ده هو العدد السادس من يونيفرس اكس واللي كانت قصته مسيرة جدا للاهتمام وفيه شخصيات من عوالم مختلفة خلينا نبدأ بكهنة حكا وفيه شخصية في الكوميكس اسمها حكا نوت وكان ساحر ومشعوز خدم الأربع أسياد الرئيسية في كيان الأجدود لحد ما بيتم إغواءه بشكل ما وبيروح يبحث عن حاجة اسمها سيف العظام والسيف ده حكا نوت راح ياخده حصل نوش كبير قوي راح يتماعد باعت أمد ضد حكا نوت عشان ما ياخدش السيف وتلف الأيام وتاخدنا والأفاتار بتاع أجاموتو اللي اسمه كودي فليشر كان عنده قدرة انه هو يستدعي هذا السيف من جسمه تقولي هو ليه أجاموتو ليه أفاتار زي المعابيد قولك ما هو أجاموتو وفيشانتي اللي اسمعنا اسمه في مسلسل واتف كانوا الاتنين بيتم عباداته كل الأرقام اللي كان بيقولها بيرتراند كراولي في لعبة بينجو ممكن تعتبرها تلميح لأعداد أنا أفضل أن أنت تقرأهم وتكتشفهم لوحدك عشان عندنا قصة كبيرة الحلقة دي بس مثلا جي خمستاشر العدد الخمستاشر من الإصدار الأول من مون نايت تي ستاشر يبقى العدد الستاشر من الإصدار الخامس مثلا بي سبعة العدد السبع من الإصدار الأول وهكذا وهكذا تعال بقى بالهداية ونتكلم عن قصة المصحة الوهمية وخد بالك قبل ما نبدأ لعاشر مرة بنبه عليك قصة كبيرة وهتدربكك لأنها ممتدة على مدار 14 عدد قارتهم كاملين وأنا بكتب السكريبت فينا آلات مجنونة وأحداث غريبة فهحاول على خصالة قدر المستطاع في الأول عجبني جدا أن بداية القصة دي إلى حد ما ماشية مع نفس بداية القصة في الكوميك بوكس مع الفارق أن بيلي وبوبي كانوا بيدربوا ويعنفوا مارك وبيعرضوا للكهربا ويمكن ده ماشفناهوش في المسلسل بس واضح جدا أنه عنه حمرة وورمة في حتة أتمنى يستعرضوها في الحلقات اللي جاية وهو أن بعض الجمل اللي الشخصيات بتقولها بييجي المارك على إسراها في لاشباك الجملة دي في حياته كانتين زي البانيل ده اللي بيوضح جينا لندرز صاحبة المطعم اللي كان بياكل منه وفي المستشفى برضو قابل بيرتراند كراولي والبانيل ده شبه أرثر هارو وهو مدير المستشفى ومكانه الدكتورة إيمت اللي كلمتك عنها الحلقة اللي فاتت وهي بتحاول تقنع مارك أنه هو كان بيتعالج وكانوا أحرز وتقدم لكن للأسف انتكس وبتقوله أن فيه مون نايت آه بس مش انت يا لها مارك أنت في المستشفى دي بقى لك 12 سنة أما مون نايت ده هو شخصيتك التخيلية وبتوري له أنه كان بيرسمها على ورق هم عملوها أكشن فيجر في المسلسل للتسهيل ولما بيقرر يواجه الموجودين في المستشفى بيظهر الأوجه الحقيقية لتلك الشخصيات بيحاول يهرب منهم عشان يشوف السماء ويشوف الأمر عشان يوصل لخنصه والبانيل ده أتمنى أننا نشوفه زي ما هو كده معمول لأن خنصه بيفهم مارك سبيكتور أن سيث أخو أزوريس هو اللي عامل فيه كل ده عشان يموته مارك وبرترند وفرنشي ولندرز بيساعدوا بعض عشان يهربوا وخدوا معاهم مارلين اللي هي مكان ليلى الفولي فمارك بيرتدي زي مستر نايت ويبدأ يتولى زمام الأمور لحظيا ويفهم اللي معاه هم فين وضد مين وبيطلع لهم كائنات تشبه كهنة حكا في المترو وفي الفلاطيف كراولي بيقولوا أنها المواصلات العامة بقت زي الزفت والله بص طبع لنا إيه بيحصل فايت سين كده بيبقى مستر نايت شايف في الأشخاص على حقيقتهم إنهم مميوات بينما كراولي ولندرز وكل اللي معاه بيبقوا شايفينهم طاقم التمريد بتاع المستشفى حاجة زي دي شبه اللي شفناها في أول حلقتين لما كان محدش بيشوف ابن قاوة اللي بيستدعيه أرثر هارو وهنا أنا عايزك تشيل دكتورة إيمت وتحط أرثر هارو ده هتلاقي الموضوع بدأ يتمنطق بيطلع لهم أنوبيس عشان يحررهم لكن كلهم بيبقوا شايفين وسواء المترو معادة مستر نايت وعشان ينقلهم بيبقى عايز روح حد فيهم فبيرتراند كراولي بيتبرع بروحه الأنوبيس بيطلعوا من الأثر فويد لنيويورك فيلقوها زي ما انت شايف سيث مبهد للدنيا خالص كل الناس معادة مارك بيبقوا شايفين أن لأ دي عاصفة رملية وكارثة بيقية لكن ما فيش أي حاجة بيطلع لهم زابط بيحاول يساعدهم لكن سرعان ما مارك بيكشفوا أنه سوبك اللي تمثاله كان على مكتب أرثر هارو وبينتهي القتال ما بينهم أن سوبك بيعد فرنشي ويصيبوا إصابة بلغة يموت بسببها بعدها بيقدروا يشوفوا حقيقة الأشياء طرفة لطيفة أن بعد ما بيمشوا بيوصلوا المطعم جينا لاندرز بتقنعوا أن يدخل وتعملوا حاجة يا كلها فكلوا يشربوا وانبسط بعدين دخل الحمام كنتيجة طبيعية يعني بيطلع له خنصه في الحمام ويقولوا أنت حقيقي بتضيع الوقت السمين ده فإنك تاكل بانكيكس ما أنا ما كانش ينفع أخطر واحد مختل برضو يا جماعة مارلين بتفوقوا بتقولهم أن كلما بعدوا عن المستشفى وقربوا من الهرم الأمور بتتضح ليهم شيئا فشيئا ومارك ومارلين بيروحوا لحد الهرم ليفاجئوا أن الكائنات مش بتهاجمهم وعايزينهم يدخلوا الهرم وسرعان ما مارك بيتلقى ضربة باستخدام هلال طاير تخيل مين اللي ضربها له مون نايت بييجي ويقولوا الجملة الشهيرة أنه هو هنا عشان يحمي المسافرون ليلا ويقنع مارلين تسيب مارك وتيجي معاه بيحصل بينهم قتال بينتهي بمون نايت هارب مع مارلين بعد ما زرف مارك بالروسية في مناخيره وهنا الدنيا بتبدأ تتبرجل شوية لأن مارك لما بيدخل الهرم بنخش كده جنب كت على طول في مكان شبه الفضاء الخارجي وهو لابس بدلة فضائية بتهاجمه كائنات غريبة تشبه ابن قاوة مستزئبين على طول كت تاني بينتقل في الستوديو بتاع التصوير لأن شخصية ستيفن جراند كانت بقت تنتج أفلام عن مون نايت سرعان ما بيقتحم عليهم من الستوديو بيلي وبوبي التامرجية فيهرب منهم ليجد نفسه بعد قطعة جيك لوكالي سواق التاكسي بيطلع له بوبي وبيلي من البلاعة فيهرب منهم فالكاميرا ترجع للهرم لحد ما يوصل لسيث ليجد إنه محبوس وبيقوله إنه خنس هو اللي عمل كل ده من الأساس وبيقوله روح له واسأله بدل ما انت عامل زي اللعبة في ايده كده بيروح ليجد مون نايت مجروح وقاعد على العرش ثم يكشف عن هويته عشان يطلع خنسه ويحصل مشهد درامي بينهم مفاده إن خنسه محتاج جسم مارك لإن جسمه بيحتضر وإنت كده كده يا مارك تعبان في دماغك والدنيا مبلحة معاك فسيبني أشيل عليك عبء الألم والحيرة واخدان العقل والجسد عشان أولت في العالم الحقيقي واهرب من الأوفرفويد وعند اللحظة اللي بيعتقد فيها خنسه إن مارك اقتنع بيقوم مارك عامل حركة مفاجأة بيرمي نفسه من فوق الهرم عشان خنسه ما يستحوزش على جسمه يموت مارك سبيكتور عشان يصحى يعني تاني ويلاقي نفسه عادي في سريره بيركب هو ومارلين تاكسي عشان سواقه اتأخر وبيقولوا إن هم رايحين حفلة خيرية لمستشفى الرحمة فيفاجأ بالسواق وهو بيقوله ما تروحش هناك المكان هناك ما ينفعش يروحه اللي زيك وطبعا السواقه هو جيك لوكلي معروفة يعني أي سواقه تاكسي قصة هو جيك لوكلي ونفضل في الموال لسواد ده لحد ما بنوصل للمرحلة اللي فيها مارك الأولاني خالص بقى بيقابل كل الشخصيات بتاعته ويقولهم إن هم لازم يتكلموا مع كامل الاحترام لقصاصكم الكبيرة دي بس كلكم مش حقيقيين فيبدأ بتاع الفضاء ده يا تلاشة لإنه أضعفهم لإن الشخصية ملهاش أصل ولا مارك الحقيقي فكره أصلا بعدين يدور قتال بد مارك ومون نايت يموت مون نايت ويا تلاشة وبيحصل مشهد مؤثر جدا مع ستيفن اللي مش مصدق إن حياته كلها كانت مش حقيقية وبعد حوار مؤثر بينتهي بحضن ثم يتلاشى ستيفن جرانت ويفضل مارك لوحده ويقرر إنه لازم يرجع المستشفى ويموت خنسه خد بالك بقى إنه من اللحظة دي وعلى مدار أربعة أداة كاملة عمالين نروح لفلاش باكس من حياة مارك وطفل نرجع ونروح ونرجع ونروح ونعدي على أصل قسيته لحد ما بنوصل للمواجهة الأخيرة مع خنسه اللي بتنتهي بتهشيم رأس خنسه من قبل مارك أقصد ستيفن يعني أقصد جيك لوكري يوه مون نايت مون نايت وأنا آسف إن أنا سحبتك معايا السحبة المنايلة دي زي ما قلتلك هم 14 عدد يستحقوا القراءة حاولت أختزلهم بأقصى ما يمكن وبس كفاية قوي كده أنا أشكركم على الحسن استماعكم وطبعا الإستنبه بتاعت كل مرة إن لو عجبك كلام ممكن تعمل لايك ولو حاس إن إنت تحب تسمعني وتشوفني تاني تعمل سبسكراب على اليوتيوب وسي فرست على الفيسبوك ولو إنت من محبين الإنستجرام تعملي فلو على الإنستجرام وبس كده شكرا جزيلا شكرا جزيلا